مرحبا زوجين مسلمين بمنشار كهرباء وهي الحديثة عملت ضجرة كبيرة أما الختام فحنت وجه فيه لعن دونالد ترامب يلي عم يعمل جدل واسع بآخر فيديو راقص لإلو هاي كانت العنوين تفاصيل من بعد ما نعمل أول لوغين على تيك سوك مو بس بالأعراس منلاقي حالة البذخ وصرف المصاري والذهب ولكن كمان بمصر صار في موضة جديدة بتنافس أهم الأعراس يلي ممكن تخطر على بالكون فصار في حالة من الجدل على السوشيال ميديا من بعد تداول فيديو لطالبة جميعية بيوم تخرجها وظهرت فيه هي عم ترأس على الأغاني الشعبية والدتة عم بتلبسها قلادة من الأموال والذهب طبعا أهل البنت قالوا أنه حبوا يعملوا لها مفاجأة وحضر والد ووالدة الصبية الذهب والأموال لحتى يسعدوا بنتهم بيوم تخرجها ولكن هالفيديو اللي عم نشوفه حاليا دفع مستخدمين مناصة تيك توك للتعليقات الساخرة والرافضة لها المشهد يلي أثار الجدل على المنصات المختلفة من بعد ما قال بعض الشباب عبر الكومينت بأنه بدهم يتزوجوا من البنت كونها مرتاحة مادية هي وأهلة وبعض البنات عرضوا علي صداقتهم والبعض الآخر عرضوا أو طلبوا إيدها لأخواتهم متابعين آخرين مهاجمين لهي اللقطة يلي ظهرت فيها البنت خلال رأسها بقلادات الأموال والذهب قالوا أنه هدول ناس محدثي النعمة لي تساءل الكتار أنه هلأ هاي تخرجت من الجامعة ولا الكبراء لأنه هيك لقطات منشوفها مع الرقاصة بالكبراء وهذا الكلام طبعا اعتبروا رواد السوشال ميديا جارح جدا بالنسبة للبنت وبالنسبة لأهلة وعلى اعتبار أنه هيك تصرفات أو هيك حركات قالوا لبعض عننا أنه تافها وعم بيصوروا أهل البنت لحطي يصيروا تريند بعدين ربنا ما بيحب التبذير وهيك كان بعض الكومينتات وكتار قالوا أنه لو أنهم تبرعوا بهي المصاري لأخواننا بفلسطين شو كان صار وأخيرا وبعيدا عن الحجاب يلي كمان تم التعليق عليه حابين يفرحوا هذول الأهل ببنتهم الجماعة لا تدخلوا بنية الناس ولا قالوا شو حيصير ولا شو ما حيصير فرحة وبس آخر أخبار جولتنا لليوم وآخر لوجين على انستجرام غازل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشحين الشباب من خلال مشاركته ببث مباشر لاليوتيوبر ايدن روس وقام بحركة الرقص المميزة الخاصة فيه أثناء البث المباشر ومن بعد أعلن ترامب خلال اللايف فيديو أنه حيشتغل جاهد على استمرار تيك توك وكل هذا من بعد ما تم إهداؤه ساعة الروليكس باهظة الثمن بالإضافة لسيارة تيسلا انتقادات كتير حادة اتوجهت لترامب من بعد الفيديو اللي انتشر مثل ومثل تيك توك اللي كمان عم بتواجه انتقادات واسعة وبيعتبر المسؤولين أنه بتبث محتوى غير ملائم وبتنتهك الأمن القومي للبلاد وعلى الرغم من أنه المسؤولين الأمريكيين أعلنوا بشكل واضح وصريح عن عدم دعمهم له المنصة أبدا إلا أنه دونالد ترامب ومثل ما عم بنشوفه ومثل العادة إذن منصين وإذن منعجين مو سائل على حدا لأ وعم يرؤس كمان معقول الرشوة كان لقيلها دور بالموضوع ومستهل لكل هذا التطنيش هيك تسأل البعض من الرواد مواقع التواصل الاجتماعي أما آخرين فأكدوا أنه أمريكا ما بيحكمها رؤساء واعيين كل واحد بيجي أضرب من يلي قبله طبعا اتجهت حبنة ترامب بقوة للمحافظة على الفئة الشابة من الجيل زيت بالأشهر الأخيرة واستقطابا وظهر ترامب نفسه مؤخرا بلايف فيديو مع لاعب الغول في المحترف برايسون دي شامو وبث مباشر أيضا مع اليوتيوبر لوغان بول صاحب التساوع عشرين عام لحتى يحكي عن الرياضات ولكن على الرغم من شعبيتهم المثيرة للجدل أنه لوغان ترامب عم بيحاول يستقطب الشباب لحتى ينتخبوه بأي طريقة كانت ولحتى يفوز بالجولة الانتخابية الأخيرة يعني ما شاء الله رؤساء أمريكا كل واحد فيهم أهبل من الثاني على رأي كثير من الرواد السوشيال ميديا ما حدا فيهم عنده الوعي الكافي لحتى يقدر يصدر حاله بطريقة صحيحة بالنهاية الاثنين عم يتنافسوا على شيء ما بنعرف ممكن يكون لائلون وممكن يكون مو لائلون أنا مع هذا الخبر بكون وصلت لنهاية جولتنا اليومية من لوغين أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار والفديوز والأصوات الترينز يلي عم بيشوفوه على السوشيال ميديا ببساطة بتقدروا تفوتوا على صفحة لوغين أو حتى على صفحة قناة سماء الرسمية وتتركونا كل لينكات والفديوز والأصوات والأخبار يلي حابين نحكي فيها وعننا أنا هي كانت حديقتي وهذه كانوا كل أخباري معدي معكم بتجدد ببداية الأسبوع القادم إذا ألا راد بنفس التوقيت على شاشة سماء الفضائية من هلأ لوقتها ظلكم بألف خير باي باي